موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم تلقى فخامة الرئيس عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من محافظ محافظة لحج الواركن أحمد عبدالله تركي أطلع المحافظ رئيس الجمهورية خلاله على جملة التطورات والنجاحات التي تشهدها المحافظة وأشاد فخامة الرئيس خلال الاتصال بجهود المحافظ بالتعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية والتنفيذية وقوات الجيش والأمن والمقاومة الباسلة في توحيد الجهود وتعزيز التنسيقي للاتجاه صوب البناء والتنمية والإعمار لملامسة هموم المواطن واحتياجاته اليومية في ظل اهتمام الدولة الذي سيتعزز بدعم وتعاون الأشقاء من دول التحالف العربي ريادة المملكة العربية السعودية كما وضع المحافظ فخامة الرئيس أمام جملة الأعمال والتطورات التي تشهدها محافظة الأحية على صعيد عادة تأهيل الخدمات والبنى التحتية وحشد الجهود والإمكانات لتوفير الخدمات الضرورية للمواطن في المحافظة فضلا عن تثبيت الأمن والاستقرار بتعاون وتكاتف كل الجهات والمخلصين من أبناء المحافظة مشيرا إلى دور المقاومة والجيش الوطني في ملاحقة فلول التمرد والانقلاب من الميليشي الحوثية الإيرانية في مناطق المواجهات وخطوط التماس لدحر تلك الجماعات المارقة والانتصار للوطن ومشروع الدولة الاتحادية مؤثمنا الاهتمام والمتابعة التي يوليها فخامة الرئيس لمحافظة الأحية ومختلف المناطق والمحافظات المحررة لعودة الحياة وعجلة التنمية التي يتطلع إليها المواطن بعث رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساف في استشهاد مصور قناة بلغيس الفضائية الصحفي محمد القدسي وعدد من المدنيين في قصف صاروخي لميليشي الحوثي استهدف مدينة الخيام بتعز وعبر رئيس الوزراء عن بالغ حزنه لاستشهاد الصحفي القدسي وعدد من المدنيين على يد ميليشي الموت والإرهاب الحوثية وهو يؤدي دوره الإعلامي بمهنية ناقلا الحقيقة وموثقا لجرائم الميليشي الإيرانية الإجرامية بحق أطفال تعز ونسائها وشيوخها ورجالها الأبرياء وعبر الدكتور بن دغر عن مواساته لأسرة الصحفي القدسي ولزملائه الإعلاميين في قناة بلغيس الفضائية وللوسط الإعلامي الذي يتعرض لأبشع الجرائم على يد هذه الميليشي الإرهابية وقال رئيس الوزراء إن هذه الجريمة تقع ضمن سلسلة من الجرائم المروعة أو المروعة التي ترتكبها الميليشي بانتهاجها سياسة القمع وتكميم الأفواه واستهداف الإعلاميين واعتقالهم وقتلهم متمنيا الشفاء العاجل للجرحة والمصابين وعبر عن صادق مواساته لأسرة الشهيد وذويه سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله ومحبيه وأصدقائه وزملائه الصبر والسلوان استغبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر في العاصمة المؤقتة عدن عضو مجلس النواب رئيس مصلحة شؤون القبائل الشيخ بكيل ناجي الصوفي ورحب رئيس الوزراء في بداية اللقاء بالشيخ الصوفي مشيرا إلى أهمية تكاتف جميع أبناء الوطن لتحرير جميع المناطق من قبضة الميليشيا الحوثية وشاد رئيس الوزراء بدور القبائل اليمنية التي رفضت المشروع الإيراني وقاتلت الميليشيا الحوثية دعين الجميع إلى تأييد الشرعية والمشروع الوطني الذي اتفق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني من جانبه عبر الصوفي عن شكره لدولة رئيس الوزراء على استقباله مؤكدا وقوفهم إلى جانب الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور هادي حضر اللقاء وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبدالغني حفظ الله جميل استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي بمقر السفارة اليمنية بموسكو سفراء الدول العربية الشقيقة المعتمدون لدى جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة وخلال اللقاء استعرض الوزير المخلافي التطورات الأخيرة في بلادنا في ظل تعنت ميليشيا الحوثي ورفضها المستمر للحل السياسي لتحقيق السلام ورفع معاناة الشعب اليمني التي تسببوا فيها بالانقلاب على الدولة وتدمير مؤسساتها وشدد المخلافي على أهمية وقوف الدول العربية والمجتمع الدولي جميعهم مع الحكومة اليمنية في مسعاها لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب مؤكدا أن سفراء الدول العربية الشركاء لليمن في كل عاصمة في العالم ويعملون مع سفراء اليمن لإنصال رسالة الشعب اليمني وحكومته الشرعية إلى بلدان الاعتماد من جانبهم أكدت سفراء العرب دعم حكومات بلادهم للشرعية في اليمن مشيدين بالزيادة ناجحة أو بالزيارة ناجحة لوزير الخارجية وما تحقق فيها والاهتمام الذي حظيت به من الجانب الروسي والموقف الروسي الدعم للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية ودعم السلام في اليمن على أساس المريعية الثلاث كما أكدوا على وحدة الموقف العربي في دعم اليمن وأنهم سيكونون عونا للسفير اليمني وأنهم سيعملون معا من أجل اليمن وتوضيح حقيقة ما يجري فيها ودار نقاش المستفيدون حول هذه القضايا بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والسفراء العرب في موسكو حضر اللقاء سفير بلادنا لدى جمهورية روسيا الاتحادية الدكتور أحمد الوحيشي وطاقم السفارة ومسؤول ملف أوروبا والامريكيتين بمكتب وزير الخارجية وائل الحمداني جددت ميليشيا الحوثي الإنقلابية الإيرانية قصفها المدفعي والصاروخي مستهدفة منازل السكان في محافظة تعز وقالت مصادر ميدانية إن انفجارات عنيفة هزت المنطقة إثرها قصف عشوائي تشنه ميليشيا الانقلاب على الأحياء الشرقية للمدينة وتواصل ميليشيا الحوثي الإنقلابية استهدافها لسكان المدنيين بشكل متعمد موقعة العشرات من الشهداء والقرحة بصفوفهم ملحقة أضرار قسيمة بالمنازل والممتلكات حققت قوات الجيش الوطني تقدما جديدا عقب مواجهة عنيفة مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية الإيرانية وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني في القطاع الرابع والقطاع الخامس للواء 22 صدت هجوما للميليشيا وشنت هجوما معاكسا شمال المدينة وتقدمت إلى ما بعد محطط الحوقة له كما أمنت مناطق المفتش وعصيفرة وأطراف قبل الوعش باتجاه الزنوق وجاء الهجوم عقب محاولة الميليشيا استحداث مواقع جديدة بعد سائلة المفتش واتجاه جبل الوعش وشمال محطة الحوقة له للكهرباء أعلنت قوات الجيش الوطني سيطرتها على مواقع عسكرية جديدة بمحافظة صعدة معقل الحوثيين وذكر بيان صادر أن الجيش تمكن من تحرير سلسلة جبال الفلق وتلة الرخم ووادي شعيب في مدرية رازح بمحافظة صعدة وأوضح للمصدر أن قوات الجيش سيطرت أيضا على جبل الأزهور ومنطقة عزان ومعتق الغريب في المديرية ذاتها وقال قائد اللواء السادس حرس حدود في الجيش الوطني العميد حسين حسان الغمري إنه لم يتبقى لوصول قوات الجيش الوطني إلى مركز مديرية رازح سوى أربعة كيلو مترات وقال أن المعاركة ما تزال مستمرة أو مستمرة وسط تقدم كبير لقوات الجيش الوطني وهروب جماعي لمليشيا الحوثي الإنقلابية تصدت قوات الجيش الوطني لمحاولة تسلل لعناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية الإيرانية في جبهة صرواح غرب مأرب وقالت مصادر محلية إن عناصر المليشيا الانقلابية حاولت التسلل على مواقع قوات الجيش الوطني في زبير بمسيرة الجبهة أو بميسارة الجبهة وتمكنت قوات الجيش من التصدي للمليشيا الانقلابية وأجبرتها على التراجع والفرار بعد أن تكبدت عددا من القتلى والقرحى في صفوفها تهت النشرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة